افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مدنيا فقد حياته بريف حلب شمال غربي سوريا دراء قصف نفذته طائرات مسيرة تابعة لقوات الحكومة السورية فيما قصف الاحتلال التركي بطائرات مسيرة مواقع في ريفي من بيجو حلب تزداد وطيرة التصعيد العسكري تدريجيا في مناطق شمال غربي سوريا وأبرزها الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة من قبل الاحتلال التركي وقوات الحكومة السورية في عدة مناطق بأرياف منبج وحلب وإدلب وحمى المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أن مدنيا فقد حياته جراء قصف نفذته سبع طائرات مسيرة تابعة لقوات الحكومة على محور الفوج 111 على الأطراف الشرقية من مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي وسط تهليق لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة كما طال القصف محور قرية القاهرة بمنطقة سهل الغاب بريف حمال غربي في غضون ذلك تعرضت قرية المحسن للواقعة في الريف الشمالي لمنبج لقصف من قبل مسيرة تابعة للاحتلال التركي كما استهدفت مسيرة تابعة للاحتلال التركي نقطة عسكرية لقوات الحكومة السورية في ذات القرية بالتزامن مع استهداف مسيرة ثالثة للاحتلال قرية تلعناب بريف حلب الشمالي دون معلومات عن خسائر بشرية هاجمات طائرات المسيرة هذه تأتي مع إعلان مجلس منبج العسكري تصدي قواته لهجوم شنته الفصائل الإرهابية تابعة للاحتلال التركي التي حاولت التسلل على محور قرية الصيادة بريف منبج الشمالي الغربي مشيرا إلى أنه أجبر الفصائل الإرهابية على الانسحاب عملية التصدي للهجوم الإرهابي جاءت بعد ساعات على إعلان وحدات حماية المرأة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية مقتل ستة عناصر من الفصائل الإرهابية تابعة للاحتلال التركي بعملية نوعية نفذتها مقاتلات وحدات حماية المرأة بريف منبج ترجمة نانسي قنقر إذن مشاهدين هذه الفترة شهدت تصعيدا لافتا باستخدام الطائرات المسيرة من قبل أطراف النزاع من قبل الاحتلال التركي من قبل قوات الحكومة السورية وأيضا كما تقول وسائل الإعلام تابعة للحكومة السورية من قبل هيئة تحرير الشام الإرهابية والفصائل الإرهابية الأخرى هذا التصعيد كان منذ البداية باستخدامه الاحتلال التركي كأسلوب لاستهداف البلدات الآهلة بالمدنيين والقرى والمدن والسيارات المدنية والعسكرية في أنحاء متفرقة من شمال وشمال شرق سوريا وأوقعت تلك الهجمات عشرات الضحايا البشرية وأدت إلى خسائر كبيرة في البناء التحتية والمرافق والمنشآت الخدمية في شمال وشرق سوريا وأحرمت سكان تلك المناطق من خدمات كثيرة اليوم هذه الهجمات قوات الحكومة السورية أيضا دخلت على خط استخدامها بالطائرات المسيرة خاصة بعد فترة من الإعلان عن تدريبات عسكرية رفقة القوات الروسية على استخدام الطائرات المسيرة وأيضا إسقاط الطائرات المسيرة ومنذ ذلك الحين انتشرت بشكل كبير عمليات الاستهداف لمواقع وفصائل في الشمال السوري من قبل قوات الحكومة السورية وأيضا كانت الاستهدافات بعضها موجهة الاستهداف مدنيين وأوقعت خسائر بشرية بين المدنيين لعل آخرها بحسب التقرير الذي سمعتموه هو في دارة عزة بريف حلب حيث فقد مدني حياته اليوم أيضا كانت تصعيد بالتزامن مع تصعيد المسيرات قوات الحكومية في إدلب وحماء وريف حلب هناك تصعيد من قبل الاحتلال التركي باستخدام الطائرات المسيرة في عدة مناطق بريف حلب وريف منبج حيث استهدفت نقاط لقوات مجلس منبج العسكري ولقوات الحكومة السورية وللوقوف على أبعاد وتفاصيل أكثر وتحليل هذا الموضوع ينضم إليه بيروت جورج نادر خبير عسكري وعميد روك المتقاعد مرحبا بك سيد جورج إن كنت تسمعني هل نحن أمام مرحلة جديدة من التصعيد باستخدام المسيرات شمال غرب سوريا يعني إذا تبدأ لأن الاتصال انفصل شوي أسألت حضرتك إذا هل نحن أمام حرب مسيرات شمال غرب سوريا صحيح نعم صحيح نحن اليوم لا يمكن فصل ما يحدث عن شمال سوريا بما عن المسألة الكردية بشكل عام نحن نعلم أن التدخل التركي بسوريا هو تدخل لمنع تمدد الأكراد إلى الداخل التركي حيث أكسرية كردية وازنة التدخل التركي طبعا هو تدخل منذ القدم في منطقة كردستان إذا صح التعبير كردستان سوريا ويهدف إلى وضع يسر أو إذا بدنا عذر دولي وسياسي للأثرات لإيصال رسالة إلى الحكومة السورية عبر التدخل في المنطقة الكردية المسيرات التي تستخدم اليوم في شمال سوريا وغربها هي إذا بدنا نقول الحرب بين أوكرانيا وبغزة غيرت مسار الحروب وصار أن المسيرات هي السلاح الأنضى وسلاح المناورة الأساسي في الحروب لأن المسيرات يمكن أن تستخدمها وأنت جالس في ملجأ تتحكم بها إلكترونيا وتقصف بها الأهداف التي تريد على المسافة التي تريد بدقة عالية بحسب توفر المعلومات الاستخبارية عن الأهداف الحرب المسيرات اليوم تغير وجه الحرب وصال أصبح هو حرب مسيرات لأنها معدومة الكلفة البشرية من ناحية المستخدم للمسيرات وهي كلفة مادية أقل ولا تعرض لحياة الخطر ودقة إصابات عالية لذلك نرى اليوم في غزة في جنوب لبنان وفي أوكرانيا وفي كل المناطق المنتهبة في العالم المسيرات هي أصبحت أكتلاح الأساسي للحرب للفروب لأنها كما قالت كلفة أقل ودقة إصابات أكثر وبالطبع لا يمكن فصل ما يحدث في سوريا عن ما يحصل في المنطقة بشكل عام المسيرات ستستخدم بشكل متطور ومتسارع تكنولوجيا ومتسارع في التطور تكنولوجيا على كل المستوية نعم سيد جورج هل نحن أمام بداية هذا الفصل الجديد من الحرب أم أن هذه الاستهدافات ما زالت في إطار تبادل رسائل بين أنقرة ودمشق طبعا في إصال رسائل بين أنقرة ودمشق بين حكومتين البلدين إصال رسائل عبر المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا إنما إذا بناخد تقنيا فقط نحن بدون رسائل سياسية الرسائل السياسية موجودة وتدخل قبل حرب المسيرات وقبل تطور المسيرات التدخل التركي موجود بسوريا منذ ضم لواء الإسكندرون من مئة عام إلى اليوم وكما قلت في بداية المداخلة لا يمكن فصل التدخل التركي في سوريا عن المسألة الكردية بشكل عام وهو كما قلنا إصال رسائل للحكومة السورية عبر التدخل في المناطق الكردية الرسائل المتبادلة من قوات النظام السوري ومن قوات الدولة التركية نعم ربما يكون جديد سيد جورج ربما يكون جديد هو استخدام الحكومة السورية لهذا السلاح أما بالنسبة لتركيا هي منذ دخولها في المنطقة وتستخدم هذا السلاح لقصف المدنيين والبنى التحتية والأهداف المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا يعني اتصالك فصل مرتين ثلاثة ما قدرت تفهمت السؤال نعم أعيد لك السؤال ربما يكون الجديد يعني هو استخدام الحكومة السورية للمسيارات لأن تركيا هي أصلا يعني منذ سنوات تستخدم هذا السلاح في قصف البنى التحتية والمدنيين والمنشآت المدنية والعسكرية شمال وشرق سوريا مضعب إذا فهمت السؤال مضبوط لأنه عم بوصل الجملية عم تسئل حضرتك إذا استخدام المسيارات هي الأهداف البنية التحتية والمدنيين كمان نعم ما كنت أريد أن أقوله سيد جورج هو أن الحكومة السورية هي من دخلت حديثا على خط استخدام المسيارات أما بالنسبة لتركيا فهي تستخدم هذا السلاح منذ سنوات في قصف المدنيين والبنى التحتية والعسكريين وكل شيء في شمال وشرق سوريا هل سمعتني سيد جورج؟ لا أسمعت بشكل واضح أعتذر نعم هل الاتصال جيد؟ أم نعيد الاتصال لا أسمع نعم قلت أن الحكومة السورية ربما هي تكون من دخلت حديثا على خط استخدام المسيرات أما تركيا فهي تستخدمها بالأساس منذ سنوات في قصف مناطق شمال والشرق سوريا وكل ما فيها صحيح لا أنا ما قلت سوريا تستخدم المسيرات منذ سنوات سوريا عفوا تركيا تركيا تستخدم كل قوة العسكرية منذ سنوات للتدخل في سوريا وبالأخص في مناطق السيطرة الكردية إنما اليوم استخدام المسيرات بالنسبة للحكومة السورية لأنها حصلت عليها من روسيا ومن إيران نعرف أن روسيا بلد منتج للمسيرات وإيران كذلك منتج للمسيرات وقد تحصل عليها أو حصلت عليها الحكومة السورية من هزان البلدين بين مزدوجين الحليفين للنظام السوري وقد لا يكونان حليفين في المستقبل القريب طبعا الحكومة السورية تستخدمها كما استخدمت كل سلاحها لقصف المدنيين ولقتل الأبرياء نحن شفنا الحرب السورية من 2011 لليوم كانت حرب أكثرية على المدنيين وضحاياها مدنيين أكثر من العسكريين والمقاتلين من المنظمات الإرهابية إنما الاشتخدام للمسيرات من الناحية التركية التركية طبعا تستطيع أن تصنع المسيرات وتطورها وتستطيع أن تستوردها من كل المناطق الحليفة هي عضو بحلف الناتو تستطيع الحصول على هذه المسيرات بكل الأحوال اليوم نحن إذا بدنا نحكي بدون ما نشوف وين استخدمت المسيرات اليوم غيرت مسار الحروب في كل مناطق الملتهبة في العالم والحرب المقبلة بين أي دولتين أو أي تنظيمين أو بين دولة وأخرى هو للمسيرات المسيرات ستحسم المعارك في المستقبل هل تعتقد أنها مثلا بالنسبة للحكومة السورية ستحسم ما عجزت عنه على الأرض خاصة في مناطق شمال غرب سوريا إذا أحسنت استخدام المسيرات قد تحسم المعارك نعم إنما لم أقول أن المسيرات هي السلاح الأمضى إذا ما ليست هي فقط وحدها لا يمكن حسم أي حرب بدون تدخل بري وللمشات معها لذلك المسيرات صارت السلاح الأساسي السلاح المناورة الأساسي والذي يقضي على الهدف وتنظيف الهدف واحتلال الهدف ليس للمسيرات إنما للقوات البرية وبالأخص قوات المناورة من مدرعة المشات إذا الحكومة السورية أحسنت استخدام هذه المسيرات وقصفت الأهداف الأساسية للمنظمات شمال وغى شرق سوريا قد تستطيع حسم المعارك طبعا إذا لم يكن هناك من تدخل من الجانب الآخر تركي أو عراقي أو أمريكي نعم هذا ما يقودنا إلى السؤال هل نحن في حال مضى الطرفان في استخدام هذا السلاح أمام احتمالية مواجهة بينهما المواجهة أساسا موجودة إنما دائما مواجهة فعلية يعني الطرف لطرف دون استخدام الأدوات كالفصال الإرهابية أو النصرة أو مجرد المناوشات البعيدة المواجهة المباشرة بين الجيشين التركي والسوري لم تحصل لأن الجيش السوري لم يواجه أي دولة أخرى لا إسرائيل ولا سوريا ولا أي دولة أخرى الجيش السوري واجه بعض المنظمات الإرهابية إنما إذا نكون واقعيين هاجم شعبه بالأول واجه شعبه ولم يواجه أي دولة أجنبية ضمن العدو الإسرائيلي الذي يحتل الجيش السوري منذ خمسين عام المواجهة مع الجيش التركي مكلفة جدا وغير متوازنة بين السوريين بين الجيش السوري والجيش التركي لا أظن أن المواجهة ستحصل بين الجيشين لأن الجيش السوري سي نكفع بسرعة مثل ما نكفع بجولان المواجهة قد تكون بالواسطة بواسطة الأكراد بواسطة المنظمات المتطرفة بواسطة الميليشيات المنتشرة اليوم سوريا هي أرض خصفة فيه خمس جيوش غير الجيش السوري موجودين وفيه ميليشيات عراقية وميليشيات تجدرية أرض مفتوحة لكل احتمالات الأرض السورية للأسف نعم وضحت الفكرة من بيروت السيد جورج نادر خبير عسكري وعميد ركن متقاعد شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة